ده جورو البطل بتاع فيلمنا أما دي فبتكون عائشة والأحداث بتبدأ وبنلاقيها رجبة العربية وماشية في الشارع وفجأة كانتها تعمل حدثة وتدوس على الأطفال فبترجع لموظف التليفونات وبتفضل تهزق فيه لأنه عمل حفرة في الأرض وكانت هتموت الأطفال بسببه وبعدها بتوصل للبيت وبتبعت رسالة لحبيبها وبتصنع الطائرات الورقية اللي دايماً بتحب تلعب بيها وبعدها بتكلمه في التليفون وبتعرف إنه تقابل في الوظيفة وفي لحظة ما كانتها تقوله خبر يفرحه بتلاقي واحد موجود في المكان وراها وبتسأله انت مين فبيمسك المفك بأيديه وساعتها بيضربها وبطوع على الأرض وبيحاول يموتها وهي مش قادرة دفع عن نفسها وحبيبها على التليفون ومش عارف يساعدها وعائشة بتترجل مجرم إنه يسيبها وما يقتلهاش وفعلاً بيبعد عنها وبيحط الطيارة بتاعتها في شنطته لكنه بيمسكها وبياخد السلسلة منها وبيرميها من فوق المبنى وللأسف بتوع على الأرض وبتفقد الحياة ولما بييجي الليل بيعملوا الجنازة بتاعتها والزابط بيقول إن المشكلة مش في موت عائشة المشكلة في حبيبها اللي ممكن يولع في المدينة علشان ينتقم ووقتها بنرجع لسنتين في الماضي وبنلاقي واحد بيفضل يضرف في الناس ومحدش بيكون قادر يسيطر عليه وساعتها بنكتشف إن هو جورو وبيوصل به الحال إنه بيسحل واحد قصاد أمه لحد ما بيقدر يموته والشرطة وقتها بتوصل المكان وبتقض عليه وبعدها بياخدوه للحجز وبيعذبوه بأبشع الطرق اللي ممكن نشوفها وهو عمال بيفتكر في حاجات حصلت له في الماضي وساعتها بتظهر عائشة في الاسم وجايبة الصحافة لأنها بتدافع عن بنت أهلها عايزين يجوزوها غصب عنها وهناك بتشوف جورو هو بيتحقق معاه والزابط بيحاول يخليه يعترف على مكان زعيمه سيزار لكنه بيرفض يساعده بأي معلومة توصله ليه ولما بنروح المحكمة أم الشاب بتقول إنها حدثة وبترفض تعترف إن جورو اللي قتل ابنها وأول ما بتخرج بيتلاقي قدامها وبتقول له ربنا هينتقمني منك في يوم من الأيام وهتشوف أعز الناس بيموتوا قدام عينيك ومش هتقدر تساعدهم وتاني يوم بيخرج من الاسم وبتكون عائشة في انتظاره وبتحاول تقرب منه وتفرد نفسها عليه وبتطلب منه يخطف لها واحد من مستشفى المجانين وهو بيبصلها بكل استغراب وبيسيبها ويمشي وبعدها بيقابل زعيمه سيزار وبنعرف إنه دراعه ليمين وبينفس كل أوامره وساعتها بيلاقي عائشة بالطرده في كل مكان فبيمسكها غصب عنها وبيهددها إنها تبعد عنه وهي بتتحك كالعادة وما بتكونش خايفة منه وبنشوفها مصممة على إنه ينفذ مهمتها وبالفعل بيسمع كلامها وبيروح مستشفى المجانين وبيدروا يعدوا من بوابة المكان وبعدها جورو بيدخل القاعة وبيحاول ليساعدها علشان يتخلص من زنها وعائشة بتشوف الراجل اللي عايزة تهربه وبتتعرف عليه وتاني يوم بتخليه تجوز حبيبته وبتعمل لهم فرح وجورو بيبص لها بكل استغراب وبيلاقيها بتساعد الناس وبتكون السبب في كل فرحتهم ولما بييجي الليل بتوع المزكرة بتاعتها وهو بياخدها من غير محد يشوفه وبعدها بيرجع لصاحبه وبيخليه إراله المزكرة وبيكتشف إنها كتبة عنه كتير وعايزة تنقص حياته فبيقرر يروح للبيت بتاعها علشان يرجع لها المزكرة لكنه بيلاقي حالة وفاة موجودة في المكان ولما بيحضر معاه من الجنازة بيشوف عائشة بتصور اللي بيحصل وبيكون متفاجئ من كل تصرفاتها وبيروح يرملها المزكرة بتاعتها في وشها وبيقول لها أنت إزاي بتستهزاي بالموت وبيشوف إنها إنسانة تفهى وما تستهلش الحياة فبتصدموا بكلامها وبتعرفوا إنها فعلا هتموت وأيامها في الدنيا معدودة لإنها مريضة بالسرطان وتاني يوم بيروح يقابلها وبيتأسف لها على كل اللي حصل وبيحكي لها إنه أبوه كان بيرهن على حياته والديانة هجموا على البيت وقتلوا هو وأمه وبنلاقيه مستخبي تحت السرير وخايف وبعد فترة قرر ينتئم وقتل الديانة بمساعدة سيزار ومن يومها بنشوف واحد من رجالته ومع الأيام جورو وعائشة بيقربوا من بعض وبيخرجوا في كل مكان وبيبان عليهم الحب والسعادة وبيكونوا مبسوطين لكنه في يوم بيتفاجئ إنها موجودة على الأرض وفقدة للوعي بتاعها فبيقرر يشيلها وعايز ينقص حياتها بأي طريقة ولما بيروح للمستشفى الدكتور بيبلغوا إن حالتها ميقوس منها فبيمسكوا بسرعة وبيهددوا بالموت لو ما قدرش يعالجها فبيقولوا للأسف مش عارف عملها حاجة لأن امراتي زيها ومريضة بالسرطان برضو وبعدها بيكون في العربية وزعلان جدا وعائشة بترسم له وش مبتسم وبتحاول تخليه سعيد وبالرغم منه بيعيط لكنه كان بيتحك لها وبعدها بتديله المزكرة بتاعتها وبتطلب منه يحقق لها أمنياتها لو ماتت وتاني يوم بنلاقيها في محطة القطر وعايزة تبعد عن كل الناس وجورو بيروح لها وبيعترف إنه بيحبها وعمال بيترجى فيها علشان ما تسيبوش وبنشوفه بيجري جنبها وهي بتعيط عليه وفي النهاية بيكون على الأرض والقطر بيسيب المحطة لكن فجأة بيبصوا قدامه وبيتفاجئ إنها رجعة وهم الاتنين بيحضنوا بعض وفرحنين جدا ومع الأيام بيتجوزوا بشكل رسمي وجورو عايز يحقق لها كل أحلامها قبل ما تموت فبيروح يقابل سيزار وبيقرر يعتزل عن الإجرام وبيسلموا المسدس بتاعه ومع الأيام بيسافر لمدينة مومبي علشان يخليها تتعالج وبيحاول يكون جنبها وعايزة تفضل قوية وبعد فترة بياخد من الدكتور نتائج التحاليل النهائية وبيقرر يروح لمراته وبيسلمها المذكرات بتاعتها وبيعرفها إنها هتعيش والسرطان اختفى من جسمها وهي بتحضنوا والفرحة ما بتكونش سيعاها وبيبدأوا حياتهم من أول وجديد وحاسين إن الدنيا رجعت تتحك لهم من تاني وفي يوم كان بيختار لبسه وبيغير من شكله علشان هيعمل إنترفيو وعايشة بيجي لها تليفون من الدكتورة وبتعرفها إنها حامل وبتقول لها أنت جسمك ضعيف فلو خلفتي هيكون فيه خطر على حياتك ولما بيكونوا في العربية بترفض تعرف جورو اللي حصل وهو بيشوفها ومستغرب إنها زعلانة فبيعمل لها وش مبتسم وبيحاول يخليها تفرح ووقتها بنلاقيها بتضحك وبتقرر ساعتها تصوره وبعدها بنشوف جورو في الإنترفيو وبيداري الوشم اللي في رقابته وعايشة ماشية بالعربية ولكن للأسف كانت هتعمل حدثة وتموت الأطفال وبتروح تهزق عامل التليفونات وبنكتشف إنه ركيش وهو بيقول لها مش أخليك تشتيكي مني تاني وبترجع لبيت وبتكلم جورو في التليفون وبيقول لها إنه تقبل في الوظيفة وتغير علشانها وقبل ما تبلغوا إنها حامل بتبصوا وراها وبنكتشف إن القاتل هو ركيش فبيمسك المفكة وبيحاول يموتها وبيظهر لنا المشهد اللي شفناه في أول الفيلم وجورو عمال يكلمها لكن للأسف محدش بيرد عليه وعايشة بتترجى ركيش ما يقتلهاش لإنها حامل لكنه بيرفض وبياخد سلسلتها وبيرميها من الشباك وساعتها جورو بيعمل حدثة وبيقع على الأرض وبيشوف حبيبته ماتولة قدامه ومش قادر يصدق عينيه والحد هنا بنرجع للوقت الحاضر وبنشوفه بياخد عزاها والزابط بيروح يقنعه إن سيزار هو اللي قتل عائشة وعايزهم هما الاتنين يخلصوا على بعض ومن ناحية تانية ركيش بيرجع لامرات وصوله وأول ما بتشوفه بتسأله كنت فين وكالعادة بتفضل تهزقه فبيقرر يديها سلسلة عائشة لكنها بتاخدها وبترميها على الأرض وبتقوله الإسبوع اللي فات جبتلي أساور نحاس والناس التريعت عليها وبنلاقيها بتقلل من كرمته جدا وبتطرده من البيت وهو ما بيقدرش يكلمها وساعتها بيقف في الشباك وبيدي لابنه الطيارة اللي أخدها من عائشة وفي نفس الوقت جوره بيرجع لبيت وبيمسك تليفون موراته وبيسمع آخر رسالة كانت باعتهاله ومش عارف إزاي هيكمل حياته من غيرها ولما بيطلع الصبح بنلاقيه موجود على مركب لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه سيزار وبيفضل يضرف كل رجالته ومحدش عارف يقف قدامه أو يسيطر عليه وكل اللي بيفكر فيه إنه ينتقم لموت عائشة لحد ما بيوصل لسيزار وبيسأله ليه أنت قتلتها فبيبرق نفسه قدامه وبيعرفه إنه مالوش علاقة باللي حصل لمراته وجوره بيرفع عليه المسدس لكن بيصدق كلامه في الآخر وفي نهاية الأمر بيسيب المكان وبيمشي ومن ناحية تانية راكيش واقف مع مديرته وكالعادة بتفضل تهزقه لإنه كسول وفاشل وبعدها بنشوفه في بيت عميلة وبيصلح التليفون وهي بتعامله بطريقة وحشة وبتهينه فبيطلع الشاكت بتاعه بيلبسه قدامها وبيقول لها أنا مش هخليكي تشتيكي مني تاني ووقتها بنكتشف إنه قتلها لإنه ما بيحبش حد يغلط فيه أو يجرح كرمته وتاني يوم بيكون في القطر واقف ما بين الناس ولما بينزل بيغبط في واحدة بالصدفة وبتقوله هو أنت عمى فبيقرر يرقبها لحد ما بيوصل لبيتها وبتدخله أول ما بتعرف إنه تابع صيانة التليفونات ووقتها بيقدر يقتلها زي اللي قبلها وبيعرفها إن مراته هي الوحيدة اللي ليها حق تزعق فيه وبياخد تسكار من كل واحدة بيخلص عليها وفي نهاية اليوم بيرجع البيت وبيحاول يصالح مراته سولو وبيلبسها إنسيال الضحايا في رجلها وبنعرف إن كل حلمه في الحياة إنه يشوف مراته بتحبه وبتعتبره البطل بتاعها وتاني يوم بنشوف جورو في الكنيسة وماسك مذكرات حاببته في إيده وبيلاقي طفل بيعدي من جنبه ومعاد طيارة بتاعة عائشة وهو عمال يبصير بكل استغراب ولما بيروح يتكلم معاه بيعرف إن أبوه هو اللي اداله الطيارة وتاني يوم ركيشه ومراته بيكونوا ماشيين وجورو بيفضل مرعبهم ولما بيجي الليل بنلاقي ركيش في محطة القطر وبيشوف مديرته في الشغل قدامه فبيتقرر يمشي وراها وبيقدر يضربها وبيخليها طوع على الأرض وكان عايز يموتها لأنها كانت دايما بتهزقه وفي الوقت ده بيلاقي مفك بيترامي ناحيته وبيتفاجئ إن جورو موجود قدامه وساعتها بيفضل يضربه وبيندمه على كل حاجة عملها وراكيش ضعيفه ومش عارف يدفع عن نفسه وجورو بيقوله أنا هخليك تتمنى الموت كل يوم وما تلهوش وبعدها بيشيره علشان يوديه المستشفى ويفضل يعزف فيه كل ما يخف وتاني يوم بنشوف ركيش بيتعالج ومراته موجودة معاه لكن الممردة بتزعق لها لأنها كانت عايزة تأكله من بره المستشفى وراكيش بيبص لها وهو متدايق وعاوز ينتقم منها وبعدها بنشوف جورو قاعد لوحده ومانه ابن ركيش واقف قصاده عمالي وبصله وبياخده علشان يخليه يضرب الجرس ولما بيكون ماشي بيقابل الدكتورة اللي كانت بتعالج عائشة وبتبلغوا أن مراته كانت حامل وهو ساعتها بيكون في حالة صدمة وزهول من كلامها ومن ناحية تانية الممردة بتكون موجودة في غرفة الأدوية وعايزة تصلح الكهرباء البيضة لكن ركيش بيظهر وراها ووقتها بيحاول يموتها علشان زعاقت لسولو لكن جورو بيظهر وبينقص حياتها في اللحظة الأخيرة وبيفضل يضربه وبيقوله انت ازاي تقتل مراتي وهي حامل تطورة انها تحاول ترجعه للحياة من تاني فبيتديره حقنا في القلب وبيقدر يساعده انه يعيش وبيرفض يموته بسهولة وتاني يوم بيرمي ركيش على الأرض وبيرجعه لبيته من تاني وفجأة بيلاقي الزابط موجود قدامه وبيرفع عليه السلاح ومش عايزه ينتقم لمراته غير لما يسلمه سيزار فوقتها ركيش بيشوف الشرطة بتوبض على سولو وبيتفاجئ انهم عارفوا انه هو القاتل وبيبص الجورو وعاوز ينتقم منه بأي طريقة وبعدها يهرب بسرعة فلما بيجي الليل بنلاقيه ماشي وبيفتكر لما جورو ضربه علشان موت مراته الحامل وساعتها بيربط كلامه مع كلام عائشة وبيكتشف انه جوزها وتاني يوم سولو بتقف قدام وسائل الإعلام وبتقول ركيش بريق وبتتهم جورو انه هو اللي قتل مراته وبنشوفها بتعيت وبتعترف لراكيش انها بتحبه وبتطلب منه ينقذها وهو كان متأسر جدا وشايف كل حاجة بتحصل لها وبعدها جورو بيخرج من الحجز بكفالة مالية ولما بيكون في العربية ركيش بيكلمه في التليفون وبيكتشف انه عارف شخصيته الحقيقية وبيقوله أنا هقتل أبو عائشة وانت مش هتقدر تنقذه فساعتها ركيش بيدخل المكان وبيشوفه موجود قدامه ووقتها بيبدأ يضربه وعايز ينتقم منه وهو مش عارف يدفع عن نفسه فبعدها جورو بيوصل للمكان وبيلاقي الجريمة دي حصلت وبيكون متدايق جدا ومش عارف يتصرف ازاي وفي نفس الوقت ركيش بيكلم الزابط وعاوز يسلم نفسه قبل ما جورو يقتله لكن لأول مرة الزابط بيغير مبادئه وبيقوله جورو ان ركيش موجود في بيته وعايز يموته وفعلا جورو بيوصل للبيت وبيلاقيه موجود قدامه وبيوعده انه هيخليه يندم على كل حاجة عملها في مراته وبيفضل يضرب فيه وبيستخدم كل قوته لكن ركيش بيدحك وبيقوله مراتك اترجيتني علشان ما قتلهاش وكت عارف انها حامل وموتها وبيدي له المفك علشان يقتله ويفضل بطل في نظر مراته سولو وكفاية انها اعترفت له بحبها قبل ما يموت لكن جورو بيتدايق وعايز يخلص عليه وفي لحظة معينة تليفون ركيش بيقع وبيكون مفتوح وجورو بيهدده وبيحاول يرمي من فوق المبنى لكن بيسمعوا صوت سولو وبيكون حياتها في خطر وموجودة مع سيزار ووقتها بيضربه وبيحاول يبعده عنه وبيفضل يترجى سيزار وبيتوسل ليه علشان يسيب مراته لكنه ما بيسمعش كلامه وبيقرر يقتله بكل برود وراكيش وقتها بيكون في حالة صدمة ومش قادر يصدق اللي حصل وبيجري في اتجاه جورو وبيقع بيه من فوق المبنى وبنشوفهم هما الاتنين على الارض وبيكونوا مصابين ووقتها بيمسك صخرة كبيرة وكان عايز يقتله بيها لكن بتخبطه عربية بسرعة وساعتها بيموت وبيودع الحياة وبعدها جورو بيرجع لبيت ركيش وبتكون مراته موجود على الارض وبيروح يشوف مانه وبيلاقيه مستخبي وخايف جدا فبيحاول يطمنه وبيمسك ايديه وعايز يساعده ومن وقتها بيقرر يربيه وبيبدأوا حياتهم مع بعض من اول وجديد وهنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناة فيلم في حدوتة وفعل زرار الجرس واستنونا في فيلم جديد